الآن ينظم إلينا موفدة العربية غسان أبو اللوز من منطقة أميكدال أرحب بك مجددا في هذه النشرة تبدو صورة مختلفة من الصورة التي رأيناها قبل قليل من الزميلة ميسون عزام هي تحدثت من منطقة أميزميز وأنت في أميكدال يعني الصورة التي رأيناها هناك هناك خيام مجهزة هناك بطانيات هناك أيضا مفارش يعني على الأقل نتحدث عن الحد الأدنى من التجهيزات هناك في أميزميز ماذا عن الصورة هل اختلفت قليلا في أميكدال هنا محمد يبحثون عن الخيام وهي ذات المطالب وذات المأساة التي ذكرتها الزميلة ميسون قبل قليل تنسحب أيضا على هذه المنطقة وعلى مناطق أخرى التي تعرضت لزلزال في إقليم الحوز والمناطق الأخرى وكما تشاهد من خلف محمد الآن هؤلاء الأشخاص يحاولون نصب خيمة بما يمتلكون من أدوات بسيطة جدا هناك يعني قطعة بلاستيكية كبيرة جدا قاموا بقصها ومن ثم نصبوا هذه العدان وهي عدان القصب لتثبيتها ومن ثم تثبيت هذا البلاستيك على أعلى هذه القصبات الأربعة واللجوء تحت هذه الخيام التي يحاولون فيها مواجهة هذه المأساة التي مرت بهم وللمفرقة بأن الأرض التي كانت قاسية عليهم هي ذات الأرض التي يلجأون إليها لكن هم بحاجة إلى المزيد من المساعدات تحديدا الخيام لأنهم يبيتون في العراء كما تشاهد محمد في خلفي نحن نتحدث عن قرية تضم أكثر من مئة عائلة هي الآن موجودة في العراء من لديه خيمة فهو محظوظ ومن ليس لديه خيمة يحاول أن ينصب مثل هذه الخيام البلاستيكية لمواجهة هذه الظروف ومن لا يملك هذا وذاك فهو يلجأ إلى الأرض وينام على الأرض وبالتالي هم يطالبون بهذه الخيام على أسرع وجهه أيضا يطالبون بالأغطية والفراش وأيضا اللباس أما بالنسبة فيما يتعلق للمأكل والملبس يمكن أن يشاهد هنا في هذه الأكوام تشاهد هناك مياه بكثرة وأيضا مواد غذائية بكثرة وهي تصل تباعا لمناطق المتضررة هنا ومناطق أخرى محمد من الناس ومن الهبات الشعبية التي انطلقت من معظم الولايات والمدن مغلق لمساعدة أنا أشكرك جزيلا شكر غسان أبو لوز موفد العربية من أميكدال شكرا لك على هذه المداخلة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات